بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة لما نفضل فأنوار حضرة النبي لنقى الدنيا كلها بتنور قد جاءكم من الله نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سرته نور وحياته نور وحديثه نور صلى الله عليه وسلم حضرة النبي مش أوتي جوامع الكلم فقط تأوتي مجامع الأنوار فكلامه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يهدي كل محتار وينشر في الأنوب الأنوار وعشان كده خلونا نسير مع حضرة النبي في حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم أحاديث رسول الله أنا شخصيا لما بسمع هذا الحديث بارتاح وبطمن وبحس كده مش إن أنا عندي ضمانة بحس كده إن أنا دخلت وغرقت في بحر من الأمان إيه الحديث ده؟ حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اكتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك وإن اكتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتباه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا حديث رواه الإمام الترمزي وقال حديث حسن صحيح يا سيدة هذا الحديث عجيب حديث ده من أعظم أحديث رسول الله وأنا عارف أن كل واحد فيكم الحديث ده ليه أثر وليه ذكريات وليه معاني في قلبه بس إحنا ما بنتكلم على الحديث بنتكلم على شرح الحديث زي ما تعودنا من المدخل الحضاري اللي بيجمع ما بين علم النفس وعلم الاجتماع وبيجمع كمان ما بين تفسيرات وشرح الأئمة العظام وكمان بيجمع ما بين احتياجاتنا المعاصرة لفهم هذا الحديث الحديث ده شوف من جليل قدره حد زي الإمام ابن الجوزي يولي تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت قطيش يعني كان عيجننه من كدر جماله فواء أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه يا رب احفظنا من أننا نجون جهلين في معنى هذا الحديث هذا الحديث الرائق الفائق وكمان ينورنا سيدنا الإمام النوى كمان ويقول لنا أن هذا الحديث عظيم الموقع يعني عظيم المكان في هذا الدين لو أحدث منكم مرة بس سأل نفسه هو الحديث ليه هذا الحديث ليه مكانته كده عظيمة في الإسلام عارف ليه أنا بقول أن ده من أهم حديث التثبيت بالحقائق يبا هذا الحديث اسمه عندي حديث التثبيت بالحقائق إيه يعني إيه التثبيت بالحقائق يتيهين يلي حسين أن أنتوا معرضين للضيع هتضيعوا في حالة واحدة بس لو ما دخلتوش في أمان الله يا مشتتين يلي أنتم مش عارفين تروحوا فين وتيجوا منين هتفضلوا على حالكم ده لغاية ما تذهبوا للجامع سبحانه وتعالى فيجمع عليكم أمركم وينقذكم من شاتتكم الناس اللي عندهم قلق وهنجزايتي عندك شراحة غير إذا ذهبت إلى الله أنت لو عايز ترتاح من وجعل وألم الضمير أو ألم النفس ما فيش حل غير أنك أنت تلوز بالله سبحانه وتعالى لو أنت عندك مخاوف كتيرة منغاص عليك حياتك ومخليك مش تستمتع بأي شيء لازم تروح لله ولما تروح لله ساعتها قلبك هيهتف فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين كل اللي أنت بيحصل لك من وجعه هتتخلص منه لما تعيش مع مولاك شوف حديث الرسول الله سلم وسيدنا الرسول الله بيقول لسيدنا أبو بكر في الغار وكل المخاطر عليهم الموت أقرب إليهم من ما الدرج لهم ومع ذلك اللي يحصل حضرت النبي يقول له ما بالك باثنين الله سالسهما ويكون دا تفسير لقوله تعالى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا عايز تبقى من أولياء الله قالوا من هم أولياء الله قالوا الذين دخلوا في ولاية الله دخل نفسك في حفظ الله سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف نقرأ الحديث واحدة واحدة عشان نشوف الحديث بيعلمنا إيه إيه النموذج اللي هو نموذج ماذا التثبيت بالحقائق تعالوا نشوف أول حقيقة حقيقة الأولى بتقول إيه لا حفظ إلا بالله لا حفظ إلا بالله يعني إيه لو عندك مال وما عندكش وصل بالله المال مش هيحصل ونشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دايما نخلي بالكم لما حضرت النبي بيذكر كلمة كلمات فكأن رسول الله يتكلم عن حقائق فهمش بيقول كلمات يعني بس بيدل على إن هي صغيرة وبسيطة لا دا عايز يقوله إن هي من شدة أهميتها وسبكها بصارت كلمة الواحدة محدش يقدر يفكها احفظ الله يحفظك دي كلمة احفظ الله يحفظك يعني إيه يعني دي كيميا يعني دي تعاقد لا احفظ الله انظر بقى لك جمال بقى بتاع الحديث احفظ الله يحفظك يعني احفظ الله يكشف لك عن حفظه الدائم وتدبيره المستمر يبقى إيه اللي حاصل يبقى عندنا حقيقة الله يحفظنا ونحن نحتاج إلى أن نتيقن من حفظه احفظ الله يعني إيه احفظ الله من أوهامك ومن مسويك وحفظك انت لله غير حفظ الله لك ان تحفظ الله يعني إيه ترضى بالله ربا ان تحفظ الله معنى إيه ان انت تحس ان انت على الدوام في أمان الله من أسوأ أشكال سوء الأدب اللي شفتها ان واحد يقول له مولاه الملك الجليل العظيم الحفيظ الواسع القوي يجي يقول له ايه وهو معكم أينما كنتم وبعد كده يعد مرعوب ومخايف من المستقبل ومن الأحداث ومن الناس اللي حواليه لا يقدروا بيه ويفسدوا حياته حقيقة من أهم حقيقة الحياة أنت في أمان الله أنت في أمان الله حقيقة الأولى أنت في أمان الله حقيقة مهمة جدا في حياتنا لما حد كان يسلم على حد زمان يقول له في أمان الله يعني هو بيقول له ايه تذكر ان حتى لو ارتحلت حتى لو اتغيرت أنت على كل حال في أمان الله ممكن تخاطب قلبك دلوقتي وتعرف وتكلم نفسك بالحقيقة دي أقول لكم ليه بقى أتكلمكم بالحقيقة دي وإحنا قلنا ان احنا لما نقرأ حديث الله صلى الله عليه وسلم بنعمل ايه بنخليه متعلق بحياتنا أكتر حاجة شفتها الآن انتماص البصائر عن رؤية أمان الله فتلاقي الناس اللي عنده وسواس واللي عنده قلق واللي عنده خوف واللي عنده رعب واللي عنده غم واللي عنده هم ده كله لأنه هو مش في أمان الله مش حاسس انه هو في أمان الله شوف كده الصحابي بيقولوله هنعمل ونسوي فيك حتى لما قالوا الكلام ده لسيدنا عبدالله بن الزبير ايه اللي حاصل قالوا هنعمل فيك كده قالوا ما يضروا أشياته سلخوها بعد ذبحها ولا في حاجة طفو ايه تاني ايه اللي حاصل كل الناس اللي هم عارفين انه هم في أمان الله ايه اللي حاصل عايشين برزق الله بنت حاتم الأصم قالت له يا أبي ما عايدناك رزاق ولكن عايدناك أكالة فلما حصلت كده ربنا جعلهم من أغنياء المدينة هم كانوا عايموتهم من الجوع خليك في أمان الله عشان قلبك يتمر الرضا وتعيش فيه سلامة وسعة كمان دي أول حقيقة أنت في أمان الله دي حقيقة حقيقة في الحقيقة يعني ما تنفعش يعني أنا ما نفعش إن أنا أبص للمكان اللي أنا فيه ده وما ينفعش إن أنا أمشي في الحياة وما ينفعش أتعامل من غير الحقيقة دي الحقيقة دي لو مش موجودة خد بقى الأيام بتدوس علي وما حدش بيحبني وأنا خلاص بضيع لكن لأن أنا لما بص للحياة إن أنا في أمان الله وكأن فيه خمس معاني عن بص بيها للحياة أنت في أمان الله المعنى الثاني احفظ الله تجده تجاهك يعني احفظ الله خليك دايما عارف إن أنت مع الله واحفظه من سوء ظنك ما ودعك ربك وما قال ربنا ما سبكش ربنا لم يدعك وأن القاعدة التانية إيه أنت في أمان الله والله دوما على القرب منك أقرب إليك من طلبك أن تكون قريبا منه يعني ربنا أقرب إلي الآن من أن أنا أطلب قربه تجليات مولايا في كلامي في نظري في جسدي في كلي فالله سبحانه وتعالى معي على الدوام طب ليه تجده تجاهك ليه احفظ الله تجده تجاهك ليه لأن دايما ربنا سبحانه وتعالى النظر إليه يأخذك إلى الأمام لبالحقيقة الأولى أنت في أمان الله حقيقة التانية أنت في القرب من الله وهو يطلب منك أن تتقدم إلى الأمان وعشان كده الله سبحانه وتجده تجاهك وأنا أجد الله على كل حال أجد الله في كل ما حولي تجليات الله حولي كلها لكن هو ليه الحديث قال تجده تجاهك أن أنت لو فعلا ثابت ولو فعلا قلبك متزن هتجد حلاوة الإيمان أن الله يأخذك للأمام على الدوام وكأن من حفظ الله جعل الله كل نفسا من أنفاسه بمدد جديد أمامك أمامك ليه من أتاني يمشي أتيته هارولا يبعا إذن من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا يلا الله أمامك يعني الله قريب منك ويأخذك إلى الأمام طيب طب وإذا أنا طلبت طلبت أماني ورجوت بل حياة الأولى أنت في أمان الله حياة الثانية أنت في ساحة مع أولاك وقريب منه ويأخذك إلى الأمام حياة الثالث وإذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل الله يعني إذا طلبت من أحد مددا وإذا طلبت من أحد عونا وإذا طلبت من أحد شيئا فاعلم أن الله هو مالك كل شيء فاسأل الله وليس معنى ذلك أن أنا ما يطلبش من حد مساعدة أبدا لأنني لما أطلب من حد مساعدة أطلب من حد مساعدة وأنا قلبي جامد لأنني لما أطلب من حد مساعدة أنا أطلب من مولاه اللي هو يجري الخير على يديه لأن في ناس عندهم مصيبة شوية عندهم أفتين وخاصة للناس الحساسين لهم يطلبوا حاجة من حد ولا يقولوا لا فيستهلكوا وعشان كده أنت بتسأل الناس انظر إلى الله واسأله في الناس هتجد بعض الناس يقولك أنا مش عارف والله أنا ليه قلبي ميال إن أنا ساعدك لأن أنت سألت الله فيه يفقى إذن إذا سألت فلا تسأل الخلق يعني إذا طلبت فلا تطلب من الخلق ولكن نطلب من الخالق في الخلق أدي واحد المعنى الثاني إذا سألت فاسأل الله يعني إذا ضقت بك السبل مش بس إذا ضقت بك السبل كلما فعلت خطوة ماذا؟ ايجعلها رجاء واجعلها دعاء يعرب أنا والله الجديد نهاردة اكتهد عشان أنجح في الامتحان أنا والله اكتهدت عشان أكون أحصل على كسب حلال والله أنا اكتهدت عشان أتزوج والله أنا اكتهدت عشان أفتح بيت مبارك والله أنا اكتهدت عشان كمان أعمر في الكون اجعل ده بقى سؤال يا رب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فوفقني يا رب فاجعل كل عمل صالح سؤال لله يبقى ثالث حاجة إيه اللي حاصل استعن بالله ولا تعجز ما تؤفش كمل وإذا استعنت فاستعن بالله يبقى إيه أول حقيقة أنت في أمان الله أنت بالقرب من الله إيه اللي حاصل الحاجة التالتة والمعنى التالت اللي احنا قلناه إن كمان أنت لازم طول الوقت تستعن بالله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إياك أن تعجز بدل ألك إذا استعنت فاستعن بالله والله لا يعجزه شيء والله لا يغيب فاستمر ولا تتوقف فاستعن بالله ولا تعجز استمر يبقى الحقيقة التالتة من استمر من استمر وسار وجد تجليات الأنوار وجد الله سبحانه وتعالى مدده يبقى دايما الحقيقة التالتة أن المدد تذوق حلاوته في السير كل ما تمشي كل ما تجد المدد لما في شقوف يبقى الحقيقة الأولى أنت في أمان الله أنت في قربه أنت أيضا تسير إليه سبحانه وتعالى ستجده أمامك وكمان استعن بالله ولا تتوقف أبدا لأن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار الحقيقة التالتة بقى وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك أن الفضل بيد الله فإلا حاصل فلا يأتي أحد ويبتزك يبقى لا تبتز لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل فلا للابتزاز سواء بقى يبقى ابتزاز عاطفي ابتزاز ثاني ما تخليش حد يبتزك وخليك إنسان متزن المعنيين اللي جايين دولا من معاني الابتزان إيه معاني الابتزان إيه اللي حاصل من الابتزان أن أنت تعرف أن الفضل اللي عندك من مقام النعمة يبقى الفضل اللي هيجي لك ده نعمة من الله معنى كده أن أنا مشكرش الناس إذا كانوا سبب في وصول هذا النعمة إلي هشكرهم بس أنا بشكرهم لأن أنا بشكر الله سبحانه وتعالى ولذلك لازم فهمين ده ما عندك من فضل فو نعمة من الله فمعنى كده أن أنت إيه ما تخافش على رزقك ما تخافش على ما تحتاج يبقى المعنى ده ينفي الخوف طيب والتاني وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كدك تبا الله عليك ما تحزنش ما تحزنش على حاجة فاتتك يبقى بصوا الثلاث حاجات اللي احنا قلناها وإحنا مشين دلوقتي إلا حاصل أنت في أمان الله وهو قريب منك وهو مددك ويطلب منك أن تستمر ولا تتوقف بلا خوف على رزق وبلا حزن على شيء فاتك ليه؟ لأنها رفعت الأقلام وجفت الصحف حقائق يا ولدي حقائق يا حبيب الرحمن حقائق يا من يجب أن تسير في حياتك بهذه الحقائق خمس حقائق مهمة في حياتك لو عشت بيها هتجد حياتك بتتغير أنت في أمان الله وأنت قريب منك وهو يطلبك أن تذهب إليه الأمر الثالث أنت على الدوام في مدد الله سبحانه وتعالى فلا تعجز واستمر الأمر الرابع لا تخف على رزق الأمر الخامس لا تحزن على ما فات وساعتها لما تعمل الحاجات دي هتتكشف لك الدنيا بالحقائق وتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد وخزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار وأن الله لطيف بعباده وأنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إلى دعاه وجعل خلقه في حفظه فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين يا عباد الله اطمئنه الله سبحانه وتعالى علمكم الحقائق على اللسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعلى اللسان الحبيب لكي تعيشوا في أمان فابقوا في أمان الله سبحانه وتعالى وعيشوا في ضمان الله لا يصلكم أزى وسعتها هيقل في حياتكم التوجع والتصدع والفزع والجزع يا رب جعلنا دايما في أمانك وده بعض رشفات من أنوار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش دايما في أنوار حضرة النبي ونكمل مع أنواره ونعيش في أسرار هذا الحديث العظيم اللي لو عاش بالإنسان يعيش مطمئن ويعيش وقد دخل في النفوس الراضية المرضية يا رب أكرمنا ونجعلنا عن الدوام من أهل الرضا ومن أهل الكرم ومن أهل جودك يا رب العالمي